ودلوقتي هنسيب حضرتكم مع موجز لاهم الأخبار والأنباء مع ياسر عبدالسطار شكرا لك دينا أهلا بحضرتكم مشاهدين إلى موجز الأنباء أفهمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش أهلا بكم إلى موجز الأنباء شهد رئيس عبدالفتاح السيسي حفلة ختام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والذي أقيم في النصب التذكري لإحياء الإنسانية الميمو ريال وفي ختام الحفل ألقى الرئيس السيسي كلمة بعثة من خلالها رسالة من مصر للعالم دعا فيها لاستنهاد العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية كما دعا رئيس السيسي إلى تنحية الصرعات جانبا وامتلاك القدر على إدارة الاختلاف من أجل أن يظل العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية هذا وشهد الحفل الختمي عرض ملخص لفعاليات المنتدى هذا العام كما استمع الحضور بمشاهدة عرض سكاي دايب مبهر زين زين سماء الميمو ريال فضلا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع كلف رئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى الشباب العالم بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رأسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكليف مجموعات شبابية للمشاركة الفورية في إجراءات إعداد قمة المناخ السابع والعشرين بشر مشيخ ووجه رئيس السيسي مجلس الوزراء بعدد تصور شامل لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر هذا ووجه رئيس السيسي كذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن كورونا والصرعات الحالية كما كلف رئيس السيسي إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفعولي دائمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مؤسسة الدولة وكلف كذلك إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب للتعريف بقضايا الموارد المائية للدولة ووجه الرئيس السيسي بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا وأعلن رئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية كرم رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الشبابية الملهمة جاء ذلك خلال الحفل الختمي لفعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ وشاملات قائمة المكرمين عددا من الشباب من مصر وعدد من الدول العربية من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والصين والسنغال والكاميرون شهد حفل ختم مسرح شباب العالم تقديم مجموعة من العروض التي تعكس روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء وتضمنت الفقرات عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية من مصر وفرقة روك من نيبال فضلا عن تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين ماريا وبيلار من باراجوي وعلى خشبة مسرح شباب العالم قدم العرض المسرحي سالب واحد الذي حصل على أكثر من خمسة من خمس وعشرين جائزة من عدة مهرجانات مسرحية وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية وتدور فكرته الأساسية حول القصص الملهمة للأطفال ذوي الهمم وأسرهم ويعد مصرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب وتجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من أنشطة الثقافية والفنية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 912 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 330 ألف وسبعمائة وأربعة عشر حتى اليوم وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل ألف وإحدى عشرة حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة إحدى وعشرين حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 97 و 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما أعلنت تسجيل 174 وفاة خلال 24 ساعة وتبقى لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليون و 814 ألف و 917 إصابة منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620 و 545 انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل